للحديث حول هذا الموضوع والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بل مع لبنان بأسرها من بيروت ينضم إلي العميد أمين احتيت هو الخبير الاستراتيجي أهلا بك سيادة العميد وكل تحياتي إليك تصعيد مرة أخرى على الحدود بين الاحتلال وبين حزب الله كيف ترى هذا التصعيد يعني ربما جاء هذه المرة بصواريخ انطلقت من لبنان كيف توصف الموقف الحالي بداية التحية لك وأولي المشاهدين الكرام الواقع أن الوضع القائم في لبنان حاليا هو ثمرة لسياسة إسرائيلية طائمة على الاستفزاز لجر حزب الله إلى تصعيد ومن ثم انطلاق الوضع نحو حرب شاملة تورد فيها الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل التي بدأت ملتزمة في بداية الأمور بضوابط الحرب المقيدة التي بدأ حزب الله من أجل قطاع غزة تطول سلوك إسرائيل باتجاهين الاتجاه الأول كانت تبتغي أن توقف النار وتخمد الجبهة لكن حزب الله لم ينصع إلى هذه الطلبات رغم الوسطات لأن الغاية من فتح الجبهة اللبنانية هو خدمة المقاومة في غزة والتخفيف عنها انتحولت إسرائيل إلى الأمر الثاني وهو الضغط أو استدراج حزب الله لينطلق في مواجهة مفتوحة تقود إلى حرب مفتوحة تتورد بها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حزب الله لم يقدم لإسرائيل هذه الهدية ولم ينزلق إلى الحرب المفتوحة أو يعطي الضرائع واستمر ملتزما بالضوابط التي وضعها لنفسه ضمن سياسة استراتيجية الضغط الارتقائي المتواصل واكتفى بالأهداف العسكرية لكن إسرائيل بعد ذلك طورت سلوكها في الجبهة اللبنانية بحيث أنها من جهة خرقت العمق المدى وتوصلت في عملياتها العسكرية إلى 135 إلى 140 كم شمال الحدود وصلت إلى الشمال الشرقي من لبنان قرب الهرم هذا كان ملفتا أولا ثم كان الخرق الأكبر باستهداف قيادين رئيسيين لحزب الله وفي منطقة بعيدة عن الجبهة أكثر من 20 كم هذا الأمر دفع حزب الله للرد لتصويب الأمور وإعادة التوازن لمعادلة الردع الاستراتيجي المتوازن من جهة ولتأديب إسرائيل على خروجها عن المعايير ولإفهم إسرائيل بأنه مهما فعلت لن ينزل حزب الله نحو الحرب المفتوحة لذلك منذ 72 ساعة أو 48 ساعة كان حزب الله يعالج بشكل واضح الأهداف العسكرية بكثافة نارية بالغة وبدقة ملفتة واختار بنك أهداف مميز هذا البنك الأهداف الذي اختاره يحتوي على جميعها أهداف عسكرية أو شبه عسكرية لكن الجديد في هذا البنك الأهداف أن فيه الصناعات العسكرية وهذا أمر أثار إسرائيل وأضع الضوء الأحمر بوجه المخططين الإسرائيليين لأن حزب الله أظهر نفسه ممتلكا لقدرات استخباراتية هامة ويعرف ماذا يوجد في الميدان وأثبت أنه يملك قدرات عملانية مميزة يتمكنه من معالجة هذه الأهداف في البنك الأهداف المميز الذي ذكرت أيضا وقادر على احتواء ضربة إسرائيل الانتقامية لذلك نحن حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن الوضع هو التقى درجة أو درجتين في سخونته لكنه باق تحت السيطرة وباق تحت الضوابط ولا يبدو أن احتمال الذهاب إلى الحرب المفتوحة أو الحرب الواسعة أنه تحول كثيرا أو تغير كثيرا لا زال الاحتمال منخفض السقف وأعتقد أن هناك أمران يمنعان هذا الاتجاه الأمر الأول ميداني يتعلق بقدرات حزب الله وكيفية تعامله مع الموضوع والثاني الدولي يتعلق بسلوك أمريكا بشكل خاص وفرنسا معها وجميعهما يرتضان الانزلاك نحو الحرب المفتوحة نعم هذا أمر مفهوم يمكن بالنسبة للمتخصصين رجل الشرع العربي أقصد يملك تخوفات كبيرة من أن تحدث حرب حقيقية كبيرة وسعة في المنطقة الحرب المفتوحة التي حضرتك بتتحدث عنها أفهم الأمر الأول أن حزب الله لا يريد أن ينزلق لكن إذا أرادت إسرائيل أن تصاعد بربما تدبر المكائد بعمليات ضد إسرائيل نفسها ويكون حزب الله لم يرتكبها يعني يمكن أن تصنع إسرائيل هذه الحرب يمكن أن توسع هذا النطاق هذا غير مستبعد وهذا له سوابق في التاريخ يعني لا أتحدث عن تاريخ بعيدة ربما تواريخ قريبة انزلق إيران إلى هذه الحرب التصاعد إذا أراد نيتانياهو أن يوسع دائرة الحرب وإشراك الولايات المتحدة أو توريطها أعتقد أن هذا السيناريو قد يكون مرشحا خلال الفترة المقبلة ماذا ترى سيدة العميد تسائل مبرر وسؤال مشكور فعلا هو كذلك لكن في الرد على هذا الموضوع نقول أن أولا بالنسبة لحزب الله قراره أن يبقى في وضع الإسناد لجبال غزة لأنه لا يريد أن يدخل عنوانا يتقدم على عنوان القضية الفلسطينية هذه نقطة أساسية ثانيا هو يرى أن استراتيجيته القائمة على الضغط المتواصل بشكل ارتقائي تحقق أهدافه لذلك ليس بحاجة إلى تغيير هذه الإستراتيجية والذهاب إلى الحرب المفتوحة لا ليس الحزبة نتحدث عن الجانب الآخر طبعا الاحتلالية سأتكلم عن الموضوع لكن هذا لا يعني أن حزب الله إذا امتنع عن الحرب المفتوحة أن إسرائيل ستسلم بما يقوم به حزب الله خاصة وأن الحرب المفتوحة فيها مصلحة لنتنياهو خاصة ولإسرائيل عامة لأنها تورد الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة حزب الله وهذا ما يخشى حقيقة ولذلك حزب الله يستمر في السيطرة على الميدان بحيث أنه لا يعطي الذرائع أما إذا انزلقت الأمور وقرر نتنياهو أن يذهب إلى الحرب المفتوحة عند ذلك هو أمام حل طريق من إثنين إما أن يحصل على موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية وهنا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد انقلبت على مواقفها السابقة وقررت الذهاب في هذه الحرب عند ذلك ستتغير طبيعة الجبهة في لبنان من حرب إسناد وجبهة إسناد إلى جبهة رئيسية وأعتقد أن أمريكا تعلم أن هذه الجبهة إذا تحولت إلى جبهة رئيسية لن تبقى محصورة بقوات حزب الله فقط بل ستدخلها قوات أخرى في الإقليم وهذا ما يخشى منه وخاصة فرنسا توقفت عند هذه النقطة ولذلك اتجهت نحو تشكيل لجنة ثلاثية لاتخاذ التدابير الاحترازية لمنع الوصول إلى هذه الحالة فبالتالي تحول المنطقة إلى حرب مفتوحة يعني ستقود المنطقة إلى حرب إقليمية وهذا ما لا يتناسب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها أما إذا قام نتنياهو بذهاب إلى الحرب المفتوحة بمفرده فأعتقد أنه في الأيام الأولى سيكون منفردا لكن بالنتيجة نحن نعتقد أن أمريكا رغم أنها قد لا توافق على الحرب المفتوحة لكنها إذا وجدت إسرائيل متورطة وتغرق في وحولها فإنها ستتدخل لنجدتها لأنها لم تقبل بهزيمة إسرائيل إسرائيل بحد ذاتها بجيشها المنفرد لا تستطيع أن تخوض حربا ناجحة في مواجهة حزب الله لأن إسرائيل بعد ثمانية أشهر ونصف من استعمال جيشها من 190 ألف عسكري نظامي وال160 ألف احتياط أثقلت بالأعباء وبالجراح ولا تستطيع أن تقوم منفردة مراهنة إسرائيل في الحرب المفتوحة هي على المساعدة الأمريكية وعلى الشراكة الأمريكية وهذا ما تأخذه المقاومة بالاعتبار وأعدت لكل تصرف الحل الذي يداسبه فبالتنسب الأول أو بالنسق الأول لا تعطي الضرائع أما إذا ذهبت إسرائيل من غير سريعة إلى الحرب المفتوحة عند ذلك ستنقلب الأمور رأسا على العقب وسنجد المنطقة برمتها في مشهد مختلف ومع ذلك أفضل أن هذا الاحتمال لا زال مستبعدا طيب هذا عن الأطرف أو طرف التقليدي الولايات المتحدة هل للأوروبيين أي دور وهل أيضا للقوة الفعالة الأخرى في العالم الصين وروسيا أي دور في المسألة أم أنهم يحتفظون بمسافة كافية كي تبقيهم خارجة دائرة الصراع أقصد على الأرض وليس سياسيا يعني لو التفقنا إلى الخلف في مدة الثمانية أشهر الماضية لو وجدنا أن الدور الأوروبي كان متواضعا وكان يتحرك ضمن الدور الفرنسي ضمن الدور الأمريكي كيفما تتحرك أمريكا نجد الأوروبي يتبعها مع بعض التباينات أو التمايز في الجزئيات أما الدور الروسي والدور الصيني فأعتقد أنه اكتفى بمواقف الفيتو في مجلس الأمن سياسيا أما عسكريا فهو يفق بأن المقاومة إذا فرضت عليها الحرب الإقليمية أو الحرب المفتوحة فإنها قادرة على النجاة بها وإن هذه الحرب ستكون ضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي بشكل معكوس تكون لمصلحة الصين وروسيا ولذلك لا أعتقد أنهم ستتدخلان لنجدة روسيا والحؤول دون وقوعها في الفخ أعتقد أن الترف الدولي اليوم أشبه بالمراقب الحذر ولا يتدخل التدخل الحقيقي اليوم في المسألة دولية هو التدخل الأمريكي الذي يعتبر الحرب حربه الشخصية يعني إذن هي المسافة الأمنة لعدم التورط وربما أترك الصراع ينمو إلى وقت ما يعني ربما تضعف جميع الأطراف في هذه الحالة أنا بشكرك شكرا جزيلا سيدة العميد عمين حطيت من العاصمة اللبنانية بيروت كان الحديث كل التحية